ومن تونس ينضم إلينا مرسل غد بلال مبروك إذن بلال تفاصيل هذه الدعوة من حراك الخامس والعشرين من يوليو إلى حل البرلمان نهائيا نعم شروق هذه الدعوات هي لتنسيقية تسابي نفسها حراك الخامس والعشرين من جوليو وهي تنسيقية شبابية دائمة لقرارات رئيس الجمهورية في الخامس والعشرين من جوليو ربما يطلبون بحل البرلمان وعدم العودة لعمل البرلمان إلا بعد ربما المحاسبة ويطلبون بالقطع التام مع المنظومة البرلمانية الحالية وأيضا يطلبون بالمحاسبة وتقديم كل المذنبين للعدالة هذا هو ربما هذا الظهور الأول لهذا الحراك بعد الاحتجاجات في الخامس والعشرين من جوليو التي مهدت لقرارات رئيس الجمهورية والغالب أن هناك ربما بالتزامن مع نهاية المهلة للشهر أو المدة الشهر التي التزم بها وأعلن عنها الرئيس التونسي قيس سعيد لربما تنفيذ الإجراءات الاستثنائية ربما ستتواصل هذه الندوات لهذا الحراك وربما أيضا يتوقع في الأسبوع المقبلة أن يعود هذا الحراك إلى الشارع وإلى البرلمان وأمام البرلمان للمطالبة بحل البرلمان إذا ما حدثت تطورات أخرى هذا فيما يتعلق بهذا الحراك هم يؤكدون تقريبا كل ما ورد في الإجراءات الاستثنائية للرئيس قيس سعيد بل ويذهبون أكثر إلى ضرورة تسريع في المحاسبة ويطالبون بالحل البرلمان الحل النهائي البرلمان بتابعة الحال وإجراء انتخابات أخرى أو طرح استفتاء على تغيير نظام الحكم هل لا قد قبولا هذه الدعوة بلان؟ وبالتالي تقوم هناك انتخابات برلمانية أخرى هل لا قد قبولا هذه الدعوة؟ صحيح هو يعني تقريبا كل المكوين تفضل نعم شروق صحيح أن كل المنظمين لهذه نعم كل المنظمين لهذا الحراك هم شبان غير معروفين في الحقيقة كان ذلك في الأوساط الشبابية النقابية والأوساط المنظمات الطلابية الشبابية هم ربما من الجيل الثالث لشباب الفورة التونسية إنجاز التعبير هم شبان عاديون نكونوا تنسيقية ويدعمون قرارات الرئيس قيس سعيد من مختلف الحساسيات ربما هناك من أصحاب الشهاد مطين على العمل هناك من المستثمرين للشبان هذه ربما معالم هذه التنسيقية القبول في الحقيقة لم يرد أي رد فاعل أو تعليق حتى اللحظة عن ما يدرحه هؤلاء الشبان ربما تقريبا كل الحساب السياسية بما في ذلك الاتحاد العام التونسي يتبنى هذه المطالب بتفاوت في الحقيقة هناك من لا يعبر بشكل واضح على ضرورة حل البرلمان ولكن الإجراءات ذاهبة في هذا الاتجاه يعني إذا ما نتحدث عن رفع الحسانة وبدأ تتبع النواب المذنبين أو النواب المتعلقة بهم ملفات فساد أو ملفات طبيعي إرهاب نحن نتحدث ربما عن رفع حسانة وعن محاسبة وبالتالي الشغل الشاغ الآن على مدى تطور هذه الإجراءات الاستثمائية وخاصة تقديم كل ملفات للقضاءة التونسي نعلم جيدا في الأيام القليلة الماضية ارتفعت هناك تطور نوعي في وطيرة لتتبع المذنبين هناك وزراء سابقين رهن الإقامة الجبرية الآن وأكيد أن هناك إقافات أخرى وقرارات أخرى مشابهة وبالتالي ربما الرأي العام برمته كان الرأي العام السياسي وحتى الرأي العام الشعبي يركز الآن على مدى تطبيق هذه الإجراءات هناك أيضا من يعتبر أن مثل هذه الحركات هي للتشويش على عمل رئيسة الجمهورية صحيح هي أنها تدعم ربما الرئيس قيس سعيد وتدعم القرارات التي اتخذها رئيس قيس سعيد ولكن هناك طيف من المتابعين يقول أن مثل هذه الحركات يريد التشويش عن ربما المصارى الذي تتخذه الدولة التونسية في التأسيس لهذه الفترة الانتقالية إنجازة تعبير شروع شكرا بلال مبروك كنت معنا مرسل الغد من تونس